توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحارجة بمقدار 600 مليون جنيه مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه خلال اللقاء بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم لا سيما في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل وخلال اللقاء وجه الرئيس السيسي بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة لنسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك بزيادة عدد الباحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية للدولة المصرية شكرا